ضغط الدم أحد أكثر الأمراض شيوعا في العالم ولا يتحدد بفئة عمرية وإن اختلفت درجة حدته وخطورته اعتمادا على عمر المريض الخبر الصادم هو نتائج دراسة مستفيدة أجراها اتحاد أمراض القلب الأمريكي والكلية الأمريكية لأمراض القلب فأن جميع معايير قياس ضغط الدم المتعارف عليها ستتغير في الولايات المتحدة لوحدها ووفقا للمعايير الجديدة سيرتفى عدد من يعانون من المرض إلى 103 ملايين بدلا من 72 مليون شخص كما أن أعداد من سيتم تشخيصهم بالمرض من الرجال تحت سن 45 سيتضاعف ثلاث مرات بينما يتضاعف عدد النساء مرتين المعيار القديم مشاهدين كان يحدد 140 مليمتر زئبقي للضغط الانقباضي وتسعين مليمتر للضغط الانبساطي لحد لاعتبار ضغط الدم مرتفعا في حين أن المعيار الجديد وهنا نرى المعيار الجديد يعتبر أن 130 مليمتر زئبقي أو أكثر كضغط مرتفع يعني كنا نتحدث عن 140 على 90 اليوم نتحدث عن 130 على 80 وفي الوقت الذي شددت فيه المعايير الجديدة على الفئة الأصغر سناً فإنها أعطت فصحة أوسع لكبار السن فوق 65 مع تحديد سقف 150 مليمتر للبدء بالعلاج وفقاً للمراجعة الجديدة ارتفعت معدلات ضغط الدم لدى الأطفال أيضاً بما يزيد من خطر ارتفاع معدلات البدانة في مرحلة الطفولة ومن المرجح يصبح عدد الأطفال الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أكثر من البالغين كما وتقول الدراسة الجديدة أن المعايير يجب أن تحسب لكل شخص على حدة اعتماداً على الحالة الجسمانية على الجنس العمر عوامل عديدة أخرى دون تعميم رقم محدد وكانت كل من كندا وأستراليا خفضتا معايير ضغط الدم قبل عامين في حين أبقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة على المعايير القديمة يمثل ضغط الدم السبب الثاني القابل للوقاية بعد التدخين بالتسبب بالنوبات القلبية وحتى الجلطات في حين تبقى أمراض القلب السبب الرئيس للوفيات في الولايات المتحدة وأخيراً تنصح الدراسة بممارسة الرياضة واتباع نمط غذائي صحي للحفاظ على الضغط ضمن النطاق الطبيعي قبل البدء في العلاج هذه هي المعايير الجديدة ومن الضروري أن نتحدث عنها الليلة مع ضيفنا من دبي استشاري أمراض القلب والأوعية دكتور عمر كامل الحلاق دكتور عمر أهلاً بك معنا في سكاي نيوز عربية يعني كنا نتحدث عن 140 على 90 14 على 9 اليوم نتحدث عن 130 على 80 أو 13 على 8 ما يعرف في منطقتنا العربية دعنا نفهم منك بداية لماذا تم تخفيض هذا المعدل الحقيقة يعني صالت مراجعة على كل الدراسات المتعلقة بارتفاع الضغط الشرياني مثل ما ذكرت بالتقرير أنه في علاقة مباشرة بين درجة ارتفاع الضغط الشرياني وإصابات القلبية إصابة الجلطات القلبية أو الدماغية أو إصابة الكلية فلقوا بمراجعة الدراسات الحديثة أنه إذا كان نزلنا الضغط يعني فيه ناس اللي عندهم كانوا يعتبروا الضغط المئة واربعين ما ذكرت بالتقرير هو الضغط الطبيعي لكن لقوا أنه الناس الضغط بين المئة وثلاثين للمئة واربعين لساتوا المتعرضين لخطورة أكبر من العادي لخطورة بإصابات قلب والدماغ والكلية فاستنتجوا أنه ممكن يكون بدأ ما نعتبر الضغط الطبيعي هو مئة واربعين اللي لازم نعتبره مئة وثلاثين لأنه اللي عم نعتبر مئة واربعين في ناس تحت الـ مئة وثلاثين واربعين لسه في عندهم زيارة خطورة من الضغط نعم فلذلك لأوا أنه الأفضل أنه ينزلوا المعيار للمئة وثلاثين نزلوا الرقم نعم هنا أود أن أعرف منك هل تطبق هذا المعدل أو هذا المعيار على شميع الدول غالبا هو طبعا في كل مجموعة من الدول في هيئة تعطي الإرشادات العامة مثل ما تفضلت في التقرير أنه هي جمعية القلب الأمريكية عطت التوصيات أنه الضغط يعتبر مئة وثلاثين لكن أستراليا وكندا مثل ما ذكرت أنه قبل بفترة كانوا عاملين هالتوصيات أوروبا لحدها لم أعطي التوصيات برقم هذا لكن غالبا ستعطي نفس التوصيات فيكون مثل توصيات عالمية أنه الضغط الطبيعي لازم يكون تحت المئة وثلاثين الضغط الذي كان يعتبر بين المئة وثلاثين للمئة وثلاثين وثلاثين كان يعتبر طبيعي سابقا هلأ يعتبر غير طبيعي ويحتاج للمعالجة ما شط بالأدوية وإنما يبدأ المريض بحياة الصحية الأفضل تقول الدراسة أيضا دكتور عمر أنه كل شخص يجب أن يكون له معيار يحسب على حدة هنا أود أن أعرف ما الذي يأخذ بعين الاعتبار هنا عندما يحسب هذا المعيار لكل شخص لوحده أكيد طبعا في عوامل اسم عوامل خطورة كل ما زالت عوامل خطورة كل ما زال احتمال الجلطات القلبية أو الدماغية عوامل خطورة التي منها الشائعة هو التدخين السكر ارتفاع الكوليسترول زيارة الوزن نقص الرياضة الأكل غير الصحي القصة العائلية كلهم اسمون عوامل خطورة في عوامل مختلفة كمان طبعا إضافية لكن هلو العوامل الرئيسية فكل شخص تعتبر درجة خطورة معتمدة طبعا الضغط هو واحد من عوامل خطورة لكن عوامل خطورة إضافية بتساعد مع الضغط لزيارة احتمال الجلطة القلبية فإذا إنسان عنده فقط ارتفاع الضغط شريعاني فقط ما عنده عوامل خطورة إضافية فممكن للواحد يكون يعني أقل يعني نزوم لاستمال الدواء مباشرة أما إذا كان المريض عنده ضغط وسكر وبدخن في عنده عوامل خطورة متعددة فالمعالجة تكون أسرع وفورية لأنه الإنسان هنا معرض لخطورة أعلى فهو الفكرة أنه كل إنسان معه ضغط عنده درجة خطورة معين مختلفة عن شخص تاني تعتمد على عوامل خطورة إضافية المرافقة للضغط الشريعاني دكتور عمر ما العوارد التي يشعر بها المريض الذي يعاني من ضغط الدم هل هي عوارد فورية أم أنها تبدأ ببطل والله للأسف أن أغلب المرضى اللي معهم ارتفاع الضغط الشريعاني ما عندهم أي عوارد وإنما العارض الأول ممكن يأتي بالاختلاطات اللي هي مثلا الجلطة الدماغية أو الجلطة القلبية أو مشاكل قصور الكلوي لكن بعض الناس يعني أغلب الناس ما عندهم عارض حية لكن بعض الناس ممكن يصير معهم صداع أو تعب عام أو يعني ضيق بالنفس لكن غالبا هي بتكون بالارتفاعات الشديدة وهي هنا يعني خطورة بموضوع الضغط هو اللي بسموه القاتل الصامت أنه الإنسان عنده ارتفاع بالضغط الشريعاني لكن إذا ما أقس الضغط ما بيعرف أنه الضغط مرتفع لأنه ممكن يحس بشكل ممكن يكون شعوره طبيعي 100% ما حاس بأي شيء لكن ارتفاع الضغط الموجود بجسمه عم يؤدي إلى تخريب العضاء الداخلية القلب أو الدماغ أو القلية أو العينين أو أمور الثانية فلذلك هي المشكلة هو القاتل الصامت يعني لو إنسان مثلا عنده ألم بالمفاصل يراجع الطبيب فورا ويعطيه يأخذ دواء أما هنا أحيانا ممكن المريض ما يكون عنده أي أعراض لذلك المريض لازم يتابع بشكل دوري مع طبيب خاص حتى يتأكد أنه ما عنده ارتفاع بالضغط الشريعاني ما عنده ارتفاع بالكوليسترول لأنه أحيانا كمان ارتفاع الكوليسترول ما بيعامل أعراض فعوامل الخطورة كثير من عوامل الخطورة ممكن ما تعطي أي أعراض العراض الأول بيكون هو الاختلاط للأسف الجلطة القلبية يعني لذلك كثير يعني حواليس كثيرة أنه الإنسان كان طبيعي وكل شيء تمامه يعني مثله مثل غيره يتحرك ويقوم كل أعماله اليومية وفجأة صار معه الجلطة قلبية بالأصل دكتور عمر بالأصل ما الذي يسبب ضغط الدم يعني البعض يقول أنه ناتج عن الأكل عن ما يأكله الإنسان بعض الآخر يقول أنه ناتج عن حالته النفسية إذا عصب إذا عاش تجربة صعبة بيصير عنده ضغط شو المزبوط والله أغلب أسباب أسباب الضغط الشرياني غير معروفة بيسموها مجهولة السبب وغالبا هي سببه راسي أغلب الأسباب لكن الأسباب المفاقمة هو مثل ما تفضلتي التوتر النفسي الأقل غير الصحي خاصة الأكل فيه زيادة الملح زيادة الوزن القلق الشدات الحياة كلها عدم النوم الكافي بالليل الاكثار من المنبهات الكحول كلها هي أمور طبعا الأكثار من الدهون عدم الرياضة كلها هي بتساعد لإزياد بالضغط الشرياني غالبا عند الناس اللي عندهم استعداد للضغط الشرياني لا بتعرف فيه ناس ممكن يكون واحد يعمل شخصين نفس الأسلوب الحياة اللي غير صحي واحد ارتفع ضغط واحد مرتفع لأنه الأول عنده استعداد وراسي الثاني ما عنده استعداد وراسي لكن أغلب الأحيان فيه المرض عنده استعداد وراسي وقت اللي بتجي العوامل اللي ذكرناها بيظهر الضغط عنده لذلك الفكرة هو يعني التأكد من يعني الحياة الصحية الأكثر صحية بطبيعة الحال خلصت الدراسة دكتور عمر إلى يعني أهمية الرياضة وأهمية اتباع نظام غذائي صحي هنا في موضوع الرياضة أود أن أعرف منك لماذا الرياضة مهمة حتى لا يكون ضغط الدم مرتفع هل لأنها تخفف على الإنسان يعني تساعد على أنه يعيش بسعادة أكثر هذا ما يقولون عن الرياضة هنا أود أن أعرف منك ذلك بالتأكيد بالتأكيد نعم نعم الرياضة عندها يعني بتعمل يعني عدة أمور إيجابية للشخص اللي معه ارتفاع الضغط شرانة وعنده مشاكل صحية أخرى رقم واحد أن الرياضة بتساعد على حرق الحريرات الزائد وبالتالي تخفيف الوزن اثنين تفرز تنفرز هرمونات هي الاسم الاندورفين اللي هي بتحسن مزاج الإنسان لذلك إنسان الرياضي بيكون نفسيته أفضل وبالتالي استقباله للشدات النفسية أكثر تلاقي بتفرز هرمون اسمه نيترق أوكسايد هذا نيترق أوكسايد هو بيسموه هرمون الشباب بتساعد على تجديد خلايا الجسم ولو أن الناس اللي بيعملوا الرياضة بشكل منتظم العمر هو أقل من عمره الحقيقي حوالي عشر سنوات يعني قارنوا مع الناس اللي بيعملوا الرياضة بشكل منتظم والناس اللي ما بيعملوا الرياضة عادين على الكمبيوتر طول وقت وعادين على الترجع على التلفزيون صحيح اللي بيعملوا الرياضة وعملوا فحص الأجزاء الداخلية تبعا عشر سنوات أصغر من العمر الحقيقي تبعا طبعا الرياضة بتنقص التوتر بتخلي الواحد يرتاح لذلك فعلا الرياضة مهمة جدا نفسيا مرتاح وجسديا بعد ما برتاح نعم 100% هو جزء أهم من المعالجة وجزء ضروري حتى للإنسان الذي يأخذ أدوي لارتفاع الضغط الشراني الرياضة المعالجة بتساعد على تخفيف الجرعة الكافية دكتور عمر بالوقت المتبقي لنا العلاج المتعارف عليه لضغط الدم هو ما نسميه بهذه الحبة الواحدة اليومية التي تأخذ قبل أو بعد الأكل كل يوم صباحا هل من علاج بديل عن هذه الحبة هذا العلاج الطويل الأمد والله يعني الأمر الأول بالمعالجة هو معرفة السبب إذا عرف السبب يعني إذا عرف في بعض أحيانا ارتفاع الضغط الشراني في أسباب محددة يعني حوالي 500 من الحالات ما في سبب لكن 500 في أسباب محددة فهو معالج للسبب المؤدي لارتفاع الضغط الشراني هذا ممكن يكون الأمر الشافي لإله لكن إذا ما لتأى سبب محدد أو إذا لتأى سبب وغير قابل المعالجة فهو إضافة للايف ستايل اللي حكيناها الحمية والرياضة وإلى آخر الأمور الثانية نعم طبعا بدي أخذ دواء طبعا الأدوية في حوالي 80 خيار من الأدوية بخلطات مختلفة بين المواد الكيموية تبعها وغالبا يعني بالوقت الحاضر أغلب الناس رح يحتاجوا لأخذ حبة للضغط طبعا فيه دراسات كثيرة على أمور غير دوائية لكن لحد لا يعني ما غير مسبتين شكرا جزيلا للمشاركة معنا من الاستشاري استشاري أمراض القلب والأوعية الدكتور عمر كامل الحلق وحدثنا من دبي